تختتم منافسة دور الستة عشر لبطولة أمام أوروبا الفين أربعة وعشرين بمواجهتين قمة في الإثارة والحماس الكروي الأولى تجمع هولندا برومانيا على ملعب أليونز أرينا بميونخ والأخرى تركيا والنمسا على ملعب ريتبول أرينا في لايبزيغ الطوحن الهولندية تدخل المواجهة بحاذر شديد لا سيما وأن رومانيا أثبتت أنها ليست بالصيد السهل خلال مرحلة المجموعات وقدمت مستويات جيدة على عكس هولندا التي لم تقنى حتى الآن رجال المدرب رونالد كومن لم يكونوا على الموعد بعد أداء فني متذبذب ونتائج متواضعة في الدور الأول فجاء تأهلهم ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث أما إدوارد يوردانيسكو مدرب منتخب رومانيا فجر مفاجأة مدوية بتصدره المجموعة الخامسة بسيناريو مثير بعدما جمع أربع نقاط متفاوقا بفارق الأهداف على جميع منافسية بلجيكا سلوفاكيا وأوكرانيا الذين جمعوا نفس الرصيد ويحلم منتخب رومانيا بالتأهل لدور الثمانية لثاني مرة في تاريخه بعدما وصل لنفس المرحلة في بطولة يورو 2000 لكن الفريق الروماني يصطدم بتفوق كاسح لهولندا التي فازت في آخر أربع مباريات بالمواجهات المباشرة بين الفريقين على الجانب الآخر يصطدم منتخب تركيا بنظيره النمسا تصدر المجموعة الرابعة التي ضمت عمالقة مثل فرنسا وهولندا إضافة إلى بولندا ويعتبر كثيرون النمسا بمثابة الحصان الأسود للبطولة وتأمل في إنهاء واحدة من أكبر العقد في تاريخها أمام تركيا خيث تبحث عن أول انتصار في الأدوار الإقصائية ببطولة كبرى منذ سبعين عاما أما تركيا فبعد مرحلة المجموعات تذبذبت نتائجها بشكل واضح وتعاني مشكلة دفاعية حيث لم تخرج بشباك نظيفة كما ستفقد خدمات قائدها هكان شالهان أوغلو للإيقاف